أبو الدهب النهاردة موسماني لمح أن الملعب فيه مشكلة الملعب النهاردة فيه مشكلة أثرت على أداء اللعيبة يعني هو كان بيتكلم على أن الملعب برضو مش من ضمن الملعب ده في تصرحاته من ضمن تصرحاته النهاردة في الوقت اللي طبعا إدارة الأهلي فيه أزمة مع الكاف بخصوص طبعا اختيار الملعب الخاصة بنهاية أفريقيا هل الملعب يبقى ليها تأثير وهل أنت شايف النهاردة الأول أن الملعب كان من ضمن الأسباب الرئيسية يفتعدوا للأهلي سلبيا وهل شايف بشكل كبير الملعب بتؤثر على الأداء السلبي للعيبة يعني الملعب عليها وعليك يا أسلام يعني ده أنا مش عايزين نقول حجج ونقول كلام مرسل لكن الملعب يعني أنا شايف ملعب الموليين أحب بلعب عليه من زمان جدا ما فيش مشاكل هو أنت بس مشكلتك لما بتتغلب أو بتتعادل أنت فيه مديرين فنين ما بتعرفش يدور تصرحات هي عايزة تقول أي حاجة استهلاك للمؤتمر الصحف إن هما دا يعود بدليل إن هما بيقولوا أي حاجة لا بالتالي لا أنا شايف إن الملعب على البنك الأهلي وعلى الناد الأهلي بالأداء الجيد يعني ده ده ماتش البنك الأهلي طيب خلاص ومش علاية وعليك ملعب منافس عارف لو هو بلعب على الأستاذ والأستاذ وحش مثلا يتكلم على ملعب الأستاذ يقول ده ملعبي لازم يتصلح لازم يتعمل فيه تعديلات ماشي إنما أنا بلعب بره ملعبي أنا يعني فرقة عندها ملعب وحش حلو هلعب عليه بعدها أنا نادي الأهلي تصريح ده ملوش لازم أنا فين يا أسلام بقى أنا كفرقة كبيرة طيب أنا برضو هروح لمشكلة الملعب ما هي برضو مشكلة الملعب دي طالعة من مبارح من عند نادي الزمالك برضو بس أنا هروح للقصة دي بس يا كاب سمير هل مشكلة الملعب هل لأن النادي الأهلي ما بيحبش الملعب الديئة ما بيعرفش يلعب بالبلدي كده في الملعب الديئة بيفضل اللي هو ملعب زي أستاذ القاهرة عايز مساحات زي البرج العرب فعايز مساحات أكتر بحيس إن هو بيلعب ده عليه على المنفسين فعشان كده الأهلي بيتعثر دايما في الملعب الديئة أولا ملعب ما بولي مش ديئة ملعب كبير جدا نادي الأهلي كان بيعمل أحلى مطشطه وملعب مش وحش تلعبت عليه صلا ده نديئة ده نديئة لما بتتكلم على الأستاذ بيكون فيه مساحات أكبر ويعني مساحاته بتبقى أكبر شوية لعيب يعني ملعب سوري ملعب عالمي وبتتكلم في حاجات كمان ده الملعب الأستاذ أو برج العرب إسلام فيه مساحات عندك أنت سرعات عندك العمل البدني كويس جدا بيساعدك أن أنت تعمل النواحي الفنية والهجومية أحسن من الملعب الديئة دي أنا معك فيها لكن ملعب المقاولين من الصغير ملعب المقاولين أرضيته كويسة ممكن يكون قامل زي أستاذ القاهرة إنما أنا بتكلم في نادي المقاولين يعني ملعب المنتخب كان بيلعب عليه نادي الأهلي كان بيلعب عليه نادي الزمالك جميع منتخباتنا الشيكة كان بيلعب عليه لكن أنا معك لما بنلعب على الأستاذ أو برج العرب نادي بيبقى أفضل فنيا حتى كمان في المطشاط الإفريقية لما بتلعب الوداد والترجي بتروح برج العرب أيام لما كان الأستاذ لسه كان بيتصلح كنا بنعمل أحلى مطشاط لكن دلوقتي أنا بيلعب خارج ملعبي دي شماعة أنا بعلق عليها التعادل وشماعة تانية أنا بعلق عليها التعادل في الغيابات أنا عندي 30 لعيب وبعدين أنت بتضرب النادي الأهلي أحسن نادي في أفريقيا ما ينفعش أطلع كلما تعادل أو تغلب الملعب إجهاد أنا مدير فني عندي 30 لعيب لازم يكون عندي أولا تقلل ده في المؤتمر الصحفي فقالك أولا لما تقلل 30 لعيب أنت عندك 30 لعيب ده شغل مدير فني أسلام قالك أنا بتكلم على الإصابات لا ده شغل مدير فني لما أنت بتلعب الملعب ده يخدم كتير جدا كابتن خالد جلولو ببنك الأهلي الملعب صغير يقدر يقفل بشكل جيد يلعب على المرتدات أنا كنادي أهلي عندي سكواد أو اللعيبة تقدر تفتح المساعات يبقى في تحركات جيدة من اللعيب هو أنا بصراحة ما بقتناش بالملعب دي لا ما فيش حاجة دايق بص إسلام عالسا أصد رقوة يعني التصريحات اللي بتطلع هو أن الأهل لما كان بيكسب ولا زمالك بيكسب في المقاولين طب ما زمالك واخد الدول يعني ما كانش بيتبع الملعب دي أو في أم بيتروس فور مش بتروح تلعب في أفريقيا ملعب أفريقيا أحسن ولا ملعب مصر ملعب مصر يعني ما احترامنا للدول الأفريقية في إمكانيات إن أنا قدر ملعب بروح ألعب على مثلا في الجنة أفريقيا ملعب عالمي كلنا عارفين وبروح نلعب في المنتخب فيه ومع الناد الألي مفيش مشكلة إنما بروح بقى مع احترام البلاد التاني يعني ما صوتش حاجة إنما بتلاقي ملاعب وحشة جدا بقدي وبكسب